لا وجود للكهرباء في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين منذ أسبوع هكذا هو حال المدينة وسكانها وهو حال مشابه لأغلب مدن العراق في فصل الصيف من كل عام حي الشهداء من بين أكبر المتضررين جراء الانقطاع الكهربائي إذ يتزامن انقطاع الكهرباء الوطنية في الحي بتوقف أغلب المولدات الأهلية عن العمل أيضا قبل انتخابات فول الكهرباء فول فول تعرف شنو فول مرحة انتخابات عيش انت لا ما يلاك كهرباء اليوم صار سبع تيام وهذا رمضان والعالم صايمة الحال شنو يلا انقطاع التيار الكهربائي في تكريت أدى إلى توقف مضخات مياه الشرب وهو ما أسفر عن تضرر كل من السكان وأصحاب المحال التجارية الذين يعتمدون على مبردات الغذاء بشكل أساسي الكهرباء ماكو يعني أريد أن يشوف أني صاحب أسواق أدفع إيجار أدفع هذا المولد لن يربق 15 وكيل محمد كافيل عندي مجمدات اللحم كلها ذبتها والله وإحنا بشهر رمضان وصيام ناشد المسؤولين 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 صلاح الدين تكريت حي الشهداء أصحاب المولدات الأهلية برروا توقف عمل الكثير من المولدات بقلة التقصيصات الحكومية من الوقود وغلاء سعره التجاري والعالم نريد كهرباء وإحنا نزود بالمبيرات والعالم نقول غالية وهذا اللي طالع بيدنا يعني ما يقدر قاز ما يكون وتجاري نشتري غالي حال غالي يعني وبالشهر ستة براميل يمطونه من الدولة ما يكفن يعني تقريبا عشر تيام ما يكفن مدير كهرباء صلاح الدين بدوي خالد صرح قائلا إن هناك أعطالا فنية في محطة شمال تكريت تسببت في الانقطاع الطويل للكهرباء عن المدينة سبب مقطاع تيار كهربائي في 48 ساعة السابقة كان بسبب خروج وحدات توليد وكذلك حدوث عوارف على محطة شمال تكريت 132 كيفي وكذلك الخط الناقل من ساعة مرة إلى تكريت والحمد لله تم تصريح العوارف حاليا على محطة شمال تكريت والعمل جاري من قبل دار نقل الطاقة لإعادة تيار كهربائي على الخط الناقل من ساعة مرة إلى تكريت يذكر أن ما أنفق على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 بلغ أكثر من 40 مليار دولار بحسب أرقام رسمية وهو رقم يعادل موازنات بعض دول الخليج العربي مجتمعة بحسب تصريح سابق للجنة الطاقة النيابية ما يعكس حجم الفساد المالي والإداري الذي ضرب هذا القطاع منذ نحو 15 عاما موسيقى موسيقى